أما مسألة التفاهمات بما أن انتهت الانتخابات وأعلنت النتائج الموضوع ستذهب الكتل في لقاءات أنا أعبر عنها أسميها مسائية أكثر اللقاءات والتي تنتج مثلا حكومة محلية أو حكومة مركزية تتعرض إلى هذه اللقاءات المسائية بين الكتل وهذه الكتل تتحدث بحجمها بحجم المقاعد التي حصلت عليها تتحدث هذه الكتل لكن يجب على هذه الكتل وقادتها يجب عليهم أن يفكروا بالوطن والمواطن ذكرت المواطن لأن هذه الانتخابات تمس المواطن بصورة مباشرة مقارنة بانتخابات مجلس النواب الملاحظ في معظم المحافظات فازت كتل يمكن أن نطلق عليها بأنها متناحرة ونصفها بأنها متناحرة أو على خلاف مع بعضها يعني ما مدى تأثير هذه الخلافات على عمل المجالس المقبلة يعني أنا قلت على الجميع أن يتحلأ بروح الوطنية والبحث عن مصلحة المواطن ومصلحة الوطن وأن يترك هذه العقد عليها أن ينظر بنظرة وطنية دون مؤثرات المشاكل والعقد ربما موجودة لحد الآن لأن الأخوة في الكتل السياسية والمرشحين لا زالوا حديثي العهد في ممارسة الديمقراطية لذلك تجد هذه المشاكل ربما ليست مشاكل ولكن ماذا أعطي وماذا أستلم منك لذلك ربما من خلال المفاوضات ومن خلال طرح أفكار جديدة أنا مثلا أنا أكون مثلا الكتلة التي أقودها ربما تكون هي في الصدارة وعندما تكون في الصدارة هذا لا يحق لي أن أتبجح وأتحدث باستعلاء على الكتل الباقية مثلما أنا لدي جمهور الكتل الباقية لديها جمهور ومثلما لدي مشاريع وخطط وبرامج الآخرين لديهم عليه الفائز والذي لم يوفق في الحصول على الصدارة أن يتعاضد فيما بينهم وكذلك يلاقحون الأفكار الأفكار موجودة لحد الآن يعني العقل البشري في تطور دائما عليهم أن تتلاحق هذه الأفكار والمشروع من قبل جماهيرهم ومن قبل أعضاء كتلهم عليهم أن يستمعوا إلى هذه الأفكار ومن ثم طرح برامج وأفكار جديدة لغرض تعويض المواطن المواطن بصراحة الواقع الصحي الواقع التربية الواقع الخدمي يعني كلها محتاج هذه الأمور كلها محتاج إلى تطور كبير وإلى جهد يعني غير استثنائي يعني أنا مو اليوم صعدت صرت عضو مجلس محافظة أول ما أسأل أسأل عن امتيازات وعلى بعض الأمور اللي كنت أحلم بيها أفكر أنت اليوم صرت رجل دولة يعني شخصيتك اختلفت عما كنت عليه ربما كنت موظف أو تاجر أو محامي أو أي وظيفة أخرى في تلك الفترة تتحدث وتتصرف بما أنت عليه اليوم أنت اليوم تمثل دولة تمثل جمهور تمثل كتلة تمثل محافظة هذه الأمور عليك أن تغير أفكارك بسبب واقعك الجديد التي أنت عليه الآن عليك أن تغير أفكارك وتغير روحيتك يعني تتقبل الآخر وتستمع إلى الضد أو الخصم هي منافسة منافسة وطنية هي ليست حرب وليست معركة لأن كل الكتل تنضوي تحت العلم العراقي ترجمة نانسي قنقر